اهلا برج الاسد. اهلا بكم في قراءة عامة. انا شايفة هتكون قوي. شايفة كمان ان انت في تواصل عالي وان انت هتقدر تسيطر على الافكار اللي في دماغك. دي الطاقة بتاعتك. وكمان شايفة في نجاحات جيالك. يا برج الاسد. انا اه شايفة جروتك اه كويسة. شايفة كمان في فترة الماضية كان في حزن. والحزن ده هو مفروض انه هو دليل على اليأس او الغضب الانسحاب الخسارة. فشايفة ان كل ده هينتهي دي مرحلة اه وهخلصت او انتهت وهتطلع منها. اه اه. في العاطفة أنا شايفة أن الأمور غمضة بالنسبة لك. الشريك شايفة حتة عند. من حد في جوف الأغلب العندة أنا شايفة من عندك أنت. أنت سمحت كتير وحس المصطقة عندك قليلة. شايفة كمان فيه علاقة ثلاثية. شايفة الشريك أو علاقة ثلاثية بصفة عامة موجودة. قد يكون الشريك دخل فيه علاقة ثلاثية. لكن هي مش حاسها حاجة يعني أساسية. أعتقد أن هي حاجة عابرة. شايفة أن أنا شايفة جو أسري. شايفة سعادة. شايفة انبساط. فأعتقد أن فترة الخلافات اللي كانت بينك وبين الشريك هتنتهي. حقيقي الواضح أن هي مش قريب. يعني هي مش هتبقى حاجة قريبة. لكن فيه أنت تعرف تعدي. وأعتقد أن الشريك بيسابق الزمن. علشان يوصل لك. هو بيحاول على قد ما يقتر. زي ما قلت أنا شايفة أن فيه طرف عميد. أنت دماغك نشفة شوية. على قد قوتك. وعلى قد ما أنت بتغفر وتسامح. لكن بتوصل لنقطة. استوب. أعتقد أنت وصلت لها في العلاقة بتاعتك. عملت استوب. وأعتقد أن هتبقى فيه بداية جديدة بينك وبين الشريك. زي ما قلت. أنت بتشتغل بدماغك. أنت حاليا الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك. بتحاول تعمل توازن في حياتك. التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة الجاية. زي برضو ما كانت الطاقة بتاعك قالك. أوكي. الشغل كله. أن أنت بتحاول. الأفكار كلها اللي دايرة في دماغك. أنت بتحاول ترتبها. بتحاول تشوف إيه المفيد. إيه الصالح بالنسبالك. اللي أنت عملته ده صح أو غلط. تصرفاتك. شايف أن أنت ماسك. عرفت تحط إيدك على نقاط الضعف. نقاط القوة الموجودة عندك. أنت غلطت في إيه. هتتخلى شوية. أنا شايفة كمان أنت هتتخلى شوية عن العناد بتاعك. أنت عنيد جداً. ما بتحبش حد يغلط فيك. زي برضو الشريك بتاعك. هو على قد ما بيحبك. لكن في عنده اندفاع. اندفاع متهور متسرع. وإنت كان مضيقك الحاجة دي جداً. أنت إنسان زي ما قلت في عندك اتزان عقلي. أنا هنا شايفة العقل. كمان الكروت بتقول إن العقل غالب عندك الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة يعني أنت معلّي معلّة تفكير عندك أو أنت الفترة اللي فاتت كلها. أنت بتسمع الصوت اللي جايد من عقلك. ماشي. فأنت تعبت. أنت حسيت إن أنت يا ربي هو أنا غلطان. فحالياً أنت في فترة مراجعة مع نفسك. أنت بتراجع نفسك. لكن أنا شايفة. أنا شايفة. والكروت بتقول إن هينتهي هو مش قريب. مش هتكون قريب. لكن مش بعيدة. يعني هي نقول خلال شهرين هتكون الأمور استقرّت مع الشريك. طيب نشوف. أنا عايزة شوف. الآن. أنت كل الكروت قدامي التفكير. أنت تعبت من كترة التفكير. تعبت من كترة التفكير. تعبت من كترة التفكير. من كترة ما بتسمع صوت العقل. فأنت تعبت. أنت وصلت لمرحلة التعب. أنا مش شايفة يعني حاجة برزة أو مشكلة كبيرة. بالعكس شايفة فرص كويسة. شايفة كمان يعني استقرار. شايفة أن أمورك مستقرة. فأنت تعب نفسك. أنت تعب نفسك. يعني أعتقد كل مشكلتك في الحياة. تضخيم المشكلة. ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا. ومن كتر ما أنت بتفكر. فحاول تهدي. تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير. إدي فرصة لقلبك. إدي فرصة لقلبك. ما يغنيش عن أن أنت تفكر. لكن إدي فرصة للشريك. لأنه هو شريك. شريك بيحبك قوي 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 قوي. اتخلص من العناد. حاول أن أنت تكون مرن. يعني شوية مرونة كده هتفتاح. شايفة كمان في حق هيرجعلك. في حق هيرجعلك. وهيرجعلك قريب قوي. أنت تعرضت الظلم. وبطبيعتك أن أنت بتفوت كتير. بس ربنا معاك. يعني ربنا واقف جنبك. ربنا هيرجعلك حقك. هتفرح. هتفرح أنا شايفة في محاسبة. في محاسبة وانت هتشوف الحاجة دي بعنيك. اهو. انت تكسرت. انت يعني قلبك مجروح. انت حاسس بجرح. لكن في انتصار. في انتصار. في رعاية. أنا شايفة ربنا هيردلك الحق بتاعك هتبقى قاعد ونبسوط. عايزة أقول الحقك هيجي لك وانت حطت رجل على رجل. وقريب قوي. يعني هتشوف بعنيك الحاجة دي قريب قوي. في كمان شايفة بالنسبة لللي بيشتغلوا في العمل. في شايفة بعضكم بيشتغل في شراكة. او مش هنقول شراكة يعني زميلك في العمل. لو انت بتشغل في مكان فزميلك في العمل. في كلام بيتقال من وراك. وانت كاعدتك. صابر. متحمل. انت روحاني. انت انسان روحاني. صابر ومتحمل. وزي ما قلت ربنا واقف معاك والحق هيجي لك لغاية عندك. ففي شوية مشاكل هتبقى موجودة. انا مش شايفة وشاية شايفة نقل الكلام. وشاية ونقل كلام في العمل. لكن انت ربنا هيقدرك وهيقى في جنبك والحقائق كلها هتظهر. انت منتصر. انت منتصر. انت بقوتك. انت انسان جد. يعني على قد الطيبة على قد الحنان على قد كل حاجة حلوة. لكن انت انسان عقلاني. مش بتدي فرصة. يعني عايزة اقول ايه. انت مش بتاع كلام. يعني لا بتقول كلام ولا يعني الكلام بيعدي قدامك. وفي كمان. يعني نقدر نقول لا. هي كلها هوائية. ده التقاط اللي حواليه. هوائية كمان شايفة. يبرز وتامي برج الميسان. وفي حمل. حمل وميسان هم اللي ظهرين ودول اعتقد هيكونوا الشريك. الشريك يا حمل يا ميسان. كمان آآ شايفة. زي ما قلت انت آآ آآ روحاني. آآ رغم الضغوط. آآ لكن انت بتلقى آآ لربنا. آآ مش مدي. آآ لا هي مقصرة. هي مقصرة عليك من جوة. الكلام والقيلة والقال آآ مقصرة عليك. ومخليه التفكير عندك آآ آآ يعني انت مكوتر خلاص حاسس ان لقيت استوب. استوب. انت عامل استوب مع نفسك. آآ وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية. آآ شايفة كمان آآ يعني عايزة اقول انت بتحاول تهزب نفسك. آآ الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية. او ان هي ضرة في حياتك. آآ سواء عادات. انا شايفها قدامي. في عادات سيئة موجودة عندك. انت بتحاول تتخلص منها. آآ انت بترتقي بنفسك. انا شايفة آآ الفترة الجاية هي مرحلة الارتقاء بالذات. آآ انت آآ روحانياتك عالية قوي. آآ قمي قدامي في اغلب الكروت بتقولي كده. آآ وشايفة ان مجهودك مع نفسك هيكلل بالنجاح. هتقدر تسيطر. آآ شايفة الشريك لو في علاقة ثلاثية فهي علاقة عابرة ما تقلقش منها ما تخافش. دي علاقة يعني عابرة لا ملهاش اي معنى بس في علاقة. الشريك هيدخل في علاقة ثلاثية. آآ ما تلتفت لهاش حاجة كده وهتعدي آآ شايفة للمنفصلين أو آآ العزاب أو المطلقين. انا شايفة فيه آآ رجوع. آآ بعد ما هتصبط آآ دماغك. لان انا زي ما قلت التفكير هو الغالب عندك بعد ما تقدر تسيطر. آآ على افكارك. الافكار افكار 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 كتيرة. بعد ما تقدر تسيطر عليها. آآ الحقيقة هتبتدي آآ تتفتح قدامك. آآ تظهر قدامك. آآ و امورك آآ هتستقر. آآ نصحتي ليك اللي قدر اقولهاي لك. آآ آآ الصوت اللي بيجي لك من عقلك اللي هو التفكير. آآ خليك زي ما انت قوي. زي ما انت برج القوة رمز القوة. فانت سيطر عليه. ما تخليش هو اللي يدمر حياتك. لا. خد من التفكير. آآ اللي شايفو انه هيبقى افمار.